بعد ساعات من تمرد فاغنر وتوصله لاتفاق بوساطة بلاروسية وفرض زعيم ميليشيا شروطاً أوقف بمجيبها تقدمه نحو موسكو يرد بوتين بقصف المدنيين والأطفال في مدينة جسر الشهور التابعة لمحافظة إدلب شمال غربي سوريا قصف استهدف سوقاً للخضروات وتسبب بمقتل وإصابة أربعين مدنياً على الأقل بينهم أطفال فيما أكد الدفاع المدني السوري وجود إصابة خطرة مرجحاً ارتفاع حصيرة القتلى الدفاع المدني أكد أنه استجاب لأكثر من مئتي هجوم منذ بداية العام الحالي لافتاً إلى أن وطيرة هجمات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا ارتفعت خلال شهر حزيران الحالي شهر شهد منذ بدايته استهدافات من قبل النظام أما عقب إعلان كازخستان إنهاء مسار أستنى بعد انتهاء الجولة العشرين في ضغط يقول محللون إن النظام يمارسه على الأرض لتقوية موقفه في أي مفاوضات جديدة مدعوماً من روسيا وإيران لكن الاستهداف الأخير للروس عقب تمرد فاغنر يذكر السوريين برد النظام على كل قصف إسرائيلي لمواقعه باستهداف المدنيين في الشمال السوري وقتله الأبرياء قتل لطالما برره مؤيدو النظام وإعلامه بأنه واجب ومحتوم معتبرين كل من يعيش خارج مناطق سيطرة النظام خونا ومتآمرين وعملاء مشاركين بالمؤامرة على محور المقاومة على حد وصفهم مؤامرة يرى الطرف المقابل للنظام أنها على الشعب السوري الذي قرر في يوم من الأيام أن يخرج من قمقم العبودية وفي ظل الموقف الدولي المتخاذل إذا أما يجري في سوريا والتوجه نحو التطبيع مع نظام الأسد أكد الدفاع المدني السوري أنه لا ضمانات لحماية المدنيين إلا بتطبيق القرار الأممي رقم 2254 والذي يبدو أنه أصبح مجرد حبر على ورق